النهاردة يعني الورقة المصرية قدمت حل زي ما بتقول الواشنطن بوست الامريكية بتقول ان مصر بعد ظهر اليوم النهاردة قدمت حلا وسطا بيهدف الى انشاء صندوق جديد للاضرار المناخية في الدول النامية وفقا لما اوردته النهاردة الواشنطن بوست يبقى فيه مخترح مصري او ورقة مصرية اتقدمت عشان يتم انشاء صندوق هذا الصندوق يستطيع من خلال موارده اللي هنشوف مصدر تمويلها ايه ومين وبكام وازاي انه يكون هذا الصندوق مخصص لمجابهة الاضرار المناخية كذلك زي ما بتقول الواشنطن بوست تدعو مصر الى تشكيل لجنة لوضع خطط لكيفية عمل الصندوق يبقى احنا الورقة المصرية قالت نعمل صندوق وكمان مصر بتقول ان شك اللجنة تضع النقاط على الحروف كيف يعمل الصندوق من يشغل الصندوق من اين تكون مصادر تمويله والتي سيتم النظر فيها واعتمادها في كوب 28 في دبي العام المقبل يبقى احنا النهاردة وضعنا البزرة الاولى وهي انشاء صندوق كيف يعمل الصندوق ده يتم تم تشكيل لجنة يتم التوافق والاتفاق ثم يتم اقراره من الزعماء في القمة القادمة في دبي في كوب 28